بدأت التجهيزات الأولية على قدم وساق في مشعر ميناء لاستقبال ضيوف الرحمن وبدأ قطار المشاعر هو الآخر يجري أول تمريناته قبل حلول أيام الحج الفعلية متنقلا ذهابا وإيابا بين تسع محطات في كل مشعر وسوف يتمكن هذا القطار من نقل نحو خمسة وثمانين ألف حاج في الساعة الواحدة المزيد مع خميس الزهراني لم يعد للليل هنا مكان فالسكون أصبح حراكا والظلام يجلوه الضياء في مشعر ميناء بدت الحياة كذلك فأصوات الآليات ومعدات العمل أصبحت سمة المكان وحركة التجهيزات الأولية تسير بنبض سريع بعد أن كان مشعر ميناء يخلو منها طيلة عام كامل عدد الخيام يعني حوالي خمسة واربعين ألف خيمة لكن ليست بمقاس واحد أصغرها أربعة في أربعة في ستعاش هذه المفروض تشيل عشر أشخاص لكن عندنا خيام تمانية في تمانية غالبية العظمى من الخيام تمانية في تمانية بأربعة وستين متر مربع قطار المشاعر هو الآخر يجري أولى تمريناته قبل حلول أيام الحج الفعلية فأصبح يجول المشاعر المقدسة ذهابا وإيابا متنقلا بين تسع محطات متموضعة في كل مشعر منها ثلاث محطات وسوف يتمكن هذا القطار البالغ طوله ثلاثمائة متر من نقل نحو خمسة وثمانين ألف حاج في الساعة الواحدة كلفته الإجمالية تقدر بنحو الستة مليارات ونصف المليار ريال سعودي أي نحو مليار وسبعمائة مليون دولار المادة هذه التي تتكون منها الخيام هي من الياف الزجاجية مغطاة بمادة التفل وجدناها ببحث في مختبراتنا والمختبرات العالمية أن هذه المادة لا تحترق إطلاقا عام بعد آخر ومشعر منا في تحول مستمر نحو تطوير المنطقة التي بدت تتدرج في إظهار معالمها وباتت واضحة للعيان الدراسات المستقبلية تشير إلى نهضة عمرانية مقبلة تتربع على سفوح الجبال وتهذب التلال إذا نظرنا على المدى البعيد بعد خمس ست سبع سنوات يتوقع أن يزداد عدد الحجاج إلى ممكن إلى أربعة ملايين أو خمسة ملايين إلى أربعة ملايين أو خمسة ملايين طبعا هنا سيتم استيعاب هذه العدادة الزائدة عن طريق البناء على سفوح الجبال المؤشرات الأولية كلها تنبئ باستعدادات لا تقل أهمية عما سبقها في سنواتنا بل هناك بعض الإضافات التي ستسخر لحجاج بيت الله الحرام تدخل الخدمة حدثا ربما تكون الأبرزة في الموسم من مشعر ميناء خمسة زهراني العربية ترجمة نانسي قنقر